السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم متابعي على قناة القشتال أهلا بكم ومرحبا وضع اليوم في هذا الفيديو وهو عن آخر تطورات فتح الحدود سواء الحدود الإسبانية المغربية أو الحدود الإسبانية بصفة عامة نرى في هذه الأيام الكثير من الأخبار الزائفة هناك بعض الناس التي تقول أن الحدود ما غادش تفتح تيدوز فصل الخارف وهذا الشيء كامل غير كدوب ما كانش اللي عنده تاريخ حقيقي من هذا الشيء ومنهم من حدد التاريخ وقال شهر عشر فهذه الادعات كلها لا أسس لها من الصحة ولم تصدر من أي جهة رسمية ولا أحد يستطيع التنبه أو التكهن بمتى ستفتح حدود وأقل التقديرات والواضحة وهي قبل واحد وعشرين في شهر ستة ما كينا هضره على حدود إذا ما وصلت واحد وعشرين في شهر ستة قاع ما كينا ولو الحدود لأن كل شيء دابا من بعد واحد وعشرين في شهر ستة هو ما غاد يشوفوا وش يمددو وش يفتحو وش يديرو ما كيناش هضره في الحدود رغم أن الحكومة قالت أنها ستفتح الشواطه نهار ثمانية في شهر ستة ثمانية في شهر ستة يفتحو بعدها الشواطه عاد نهار واحد وعشرين يشوفوا القادية كديرا المسألة التي تصل واحد وعشرين ستشوفوا الوضع ديال البلاد هل تسمح لهم البيانات الصحية بفتح البلاد أو لا؟ هنا من يبغو يفتحوا الحدود هم ماشي غادي يجي يفتحوها بل غادي يستشعروا سيتم استشعر مع الآخصة ديال الصحة لآخص الاختصاصيين في وزارة الصحة هم الغدي ديروا تقييم للوضع الصحي في البلاد واش يسمح لها تفتح ولا لا؟ والتاريخ هنا يتغير مع تغير لحد من انتشار الوباء تاريخ الحدود يتغير أيضا حسب تغير الأحداث فلكل حدث حديث وإسبانيا متحمسة لفتح حدودها وليست فقط إسبانيا بل كل كل العالم في عجلة من أمره ليتجاوز الأزمة ويفتح حدوده أما إسبانيا فهي تصارع الزمن من أجل القضاء على هذا كورونا وفتح حدودها في هذا الصيف لتخرج على الأقل بأقل الخسارة إذا فتحت حدودها في الصيف فستكون إسبانيا خرجت من هذه الأزمة كورونا بأقل خسارة لأن اقتصادها إسبانيا في حاجة لتحريك اقتصادها السياحي في هذا الصيف فلا يمكن أن يمر الصيف وأوروبا من غير سياح من غير استيليرية مفتوحة من غير فنادق من غير وطيلات من غير لا وكما سبق لنا وأن قلنا في فيديو سابق أن فرنسا ستستأنف رحلتها الجوية إلى إفريقيا ابتداء من واحد في شهر ستة فهذه بداية خير فلما تفتح دولة أوروبية وتفتح دولة أخرى وتفتح دولة أخرى ممكن دول الأخرى يفتحوا هماتي مثلا فتحت لما أصبعني تشوف فرنسا فتحت استأنفست الرحلات فهي أيضا على الأقل تبدأ فتح حدودها بالأجل الجوية وتستخدم أسطولها الذي هو أسطول كبير من الطائرات لم يجد له مكان فالعالم كله مرتبك خاصة من ناحية الطائرات فإذا كانت بداية فستكون البداية باستخدام الأسطول أسطول الطائرات وهناك أيضا قضية أخرى أزراء إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا على اتصال شبه يومي تقريبا عبر تقنية الفيديو لإيجاد حل لهذا المشكلة إيجاد حل للسياح الذين يريدون السفر في هذا الصيف وقضاء العطلة وأنتم تعرفون إن صارات ضروري لهم من السفر في السيف ضروري ضروري سافروا ضروري بشبكة سوني ولدخل لفتح الحدود ولو عبر الجو فحتى إذا لم تفتح الحدود البرية فستكون هناك رحلات جوية وهذا لحد ذاته يكفي في هذه الظروف الصعبة التي نمر منها وأود أن أخبركم بأن الحدود الآن مفتوحة لأصحاب النقل التجاري مثلا ولأشخاص لبعض الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط شروط المرور فهناك عسس على الحدود هم يعرفون الناس التي يمكن أن تمر والتي لا يمكنها حسب الشروط رغم أنهم يتحدثون عن جواز صفر صحي ولا ما نعرفاش والأشياء من هذا القبيل يريد أن يستخدموها ومن بعد حتى هي فلهذا ابتداء من 21 في شهر سبعة حتى الستة في شهر سبعة ضروري سيكون شيء حل هناك عدة تغيرات ستكون وهذا كنا أيضا تحدثنا فيه المنفح للفيديو السابق والأيام هي التي ستفصح لنا عن ذلك فإذا أعجبكم الفيديو أعزائي المشتركين أعزائي المتابعين إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك في اللقاء والتفعيل والجرس والمتابعة جزاكم الله خيرا والله المستعى موسيقى موسيقى موسيقى